بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء الطلاب وطالبات الصف السادس ابتداء الأبطال من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستهاب ماجد الحميدان درسنا هذا اليوم سيكون الإرسال من فوق الشبكة في كرة الطائرة في الدرس رقم 5 يا أبطال قوانين وتعليمات التعلم عن بعد حتى تحصل على درس جيد يجب عليك الالتزام بقوانين التعلم عن بعد اللي أولها وأهمها تجهز كتبك وأدواتك التي تحتاجها قبل بداية الدرس تستمع للدرس بكل تركيز تتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى تحصل على الفائدة كاملة يا بطل أما بالنسبة لفوائد ومارسة النشاط البدني الفوائد جدا كثيرة الأهم أنها تنعكس على حياتك الصحية بشكل إيجابي فترفع من مستوى لياقتك القلبية التنفسية تحسن صحة عقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي المناسب تقيك من أمراض عندك السمنة والسكري من الدرجة الثانية والقلب بإذن الله وأكيد تجعلك قادمة على مارسة جميعا شطك خصوصا الرياضية رسالة إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم وبما أننا نتكلم عن أهمية مارسة الرياضة أول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان الأهم يا أبطال قبل لا نبدأ التمرين نتأكد أن نواقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي جاهزين مع بعض تمرين جمع ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الثاني تمني سكوات نفتح قدمين بالتسعة الكتفين أو أسعة قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفوظ التوازن والنظر للأمام جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جمع ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل الآن لثمانين إطالات أول تمني معنا العضلة الخلفية للفخت حتى تشر بالعضلة بشكل جيد يا بطل نبدأ أولا تطبيق بالقدم اليمين مد القدم بالشكل هذا يا أبطال تكون قدم مفروضة بشكل كامل مد القدم بشكل كامل مع مرعاة عدم ثاني الركبتين يا أبطال والنزول والثبات على هذا الوضع لمدة عشر ثواني على القدم الواحد يا أبطال جاهزين نبدأ بالقدم اليمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الرابع والأخير سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار باليد اليسرى واليد الحرة تتكى على جدار أو على جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن جاهزين ما بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ويعطيكم العافية أبطال دائما نتذكر أهمية الإحماية أبطال بمن اليوم عندنا أحد المهارات في كرة الطائرة لاعب كرة الطائرة أكيد ملتزم بأداء التمرين الرياضية ملتزم بغذاء ملتزم بالنوم ولكن قبل أداء المنافسة أو المباراة الرسمية أبطال يجري حركات الإحماء حتى اللاعب البديل قبل النزول يجري حركات الإحماء خصوصاً للجانب اللي راح يشتغل فيه أكثر لهو اليدين لماذا يا أبطال حتى يتجنب الوقوع في الإصابات فما ينفع ننقل عضلة من فترة الخمول إلى مستوى بدني مرتفع الشدة يفترنا تدرج نهي العضلة ونهي القلب لأداء بدني وجهود بدني مرتفع الشدة من خلال التدرج في أداء المهارة طيب الإنسان من فوق الشبكة في كرة الطائرة أول حاجة ماذا تعرف عن كرة الطائرة يا بطل هي أحد الألعاب الجماعية تلعب باليد يبلغ عدد لاعبيها ست لاعبين وقانونها أكيد أكبر من ذلك يا أبطال لكنها لعبة جماعية تكون بين فريقين كل فريق ست لاعبين وتلعب باليد يا أبطال ولكن ليس مثل كرة السلة وكرة اليد بحيث يتم السيطرة على الكرة يا أبطال أو تنطيطها على الأرض فيمنع يا أبطال مسك الكرة بالطائرة ويمنع وصول أضربها في الأرض كما يجب على كل فريق لمسها ثلاث مرات عنده أداء كل هجمة يا أبطال أكثر من ذلك سيكلف خسارة نقطة يا أبطال فلازم نعرف الفرق بين الألعاب التي تلعب باليد يا أبطال أنواع الإرسال يوجد في كرة الطائرة عدة أنواع للإرسال أولا الإرسال من أعلى بمواجهة الكرة من أعلى يا أبطال واخذناها في درس سابق رفع الكرة لأعلى يا أبطال ومواجهتها باليد من أعلى عند وصوله لأعلى نقطة وضربها إلى ملعب الفريق المنافس الإرسال من أسفل بضرب الكرة بقبضة اليد من أسفل يا أبطال وأكيد الإرسال الجانبي من أسفل نفس الإرسال من أسفل ولكن أحد الكتفين يا أبطال يكون مواجه للشبكة الإرسال من أسفل أولا الوقوف خلف خط النهاية مواجها للشبكة هنا يا أبطال جانب قانوني الوقوف خلف خط النهاية مواجها للشبكة لأنه لما تطأ على قدمك على الخط النهاي للملعب حتى لو أرسلت بشكل صحيح راح تحسب عليك نقطة وعلى فريقك نقطة لأنك لمست خط الملعب النهائي يا أبطال بمعنى لما نشوف تصور لملعب كرة الطائرة يا أبطال أكيد نحن نعرف أنه هنا مثلا فيه شبكة يا أبطال الملعب راح يقسم إلى نصفين يوجد فيه كل نصف ثلاث لاعبين وهنا يا أبطال نفس الشيء ثلاث لاعبين في الأمام وثلاثة في الخلف دائما اللاعب المرسل لاعب رقم مركز واحد يرسل خلف الخط النهائي الملعب ولا يطع على الخط النهائي للملعب أبدا يا أبطال حتى ولو بجزء بسيط من قدمه وهذا الجانب القانوني وأول خطوات الفنية اثنين قدم متقدمة عن الأخرى ولما نتكلم عن قدم متقدمة عن الأخرى يا أبطال أكيد تكون قدم الأمامية متقدم عن الخلفية عند أداء المهارة ثلاثة رمي الكرة للأعلى باليد الحاملة مع مرجحة اليد الضارب بمعناته يا أبطال ترمى الكرة لأعلى باليد الحاملة الكرة اليد الحامل الكرة أنا راح أضرب باليسار يا أبطال أكيد اليد الحامل الكرة هي اليسار راح ألعب باليمين أكيد اليد الحامل الكرة باليسار بعد ذلك يا أبطال قبض اليد لضرب الكرة اليد الضارب يا أبطال وهنا نتكلم عن اليد اليمين يا أبطال أنا راح ألعب باليمين راح أقف خط نهاي الملعب أمسك الكرة باليد اليسار أرفعها عنده مستوى الكتف تقريبا يا أبطال وعند نزولها أواجهها بقبضة اليد بضربها من الأسفل بعد ذلك يا أبطال أراعي عدم أن تطأ قدمي الخط النهائي للملعب شوف نموذج أداء المهارة يا أبطال أولاً وقوف خلف الخط النهائي الملعب طيب هنا البطل ما قاعد يسوي يا أبطال قاعد يحاول يأخذ تصور عن أداء المهارة بتقدم قدم عن أخرى بثني الركبتين بمسك الكرة عند اليد الحرة اللي هي اليد اليسار مرجحة اليد الضاربة بقبضة اليد يا أبطال للخلف بعد ذلك رفع الكرة عند مستوى الكتف ومواجهتها من أسفل حتى تصل لملعب الفريق المنافس بشكل صحيح بعد ذلك نشوف تطبيق للمهارة بشكل كامل أولاً يقف خلف الخط النهائي للملعب مواجها للشبكة لأن الإرسال من أسفل وليس جانبي من أسفل بعد ذلك قدم متقدم عن أخرى بعد ذلك حمل الكرة على اليد الحامل الكرة وهي اليد الحرة وهي اليد اليسرى ورفع عند مستوى الكتف وعند نزولها مواجهتها بقبضة اليد بضربها من أسفل وإيصالها إلى ملعب الفريق المنافس بشكل صحيح مراجع الدرسنا لهذا اليوم يا أبطال السؤال الأول يبلغ عدد لاعبي كرة الطائرة ست لاعبين أم سبع لاعبين يا أبطال نشوف الإجابة مع بعض يبلغ عدد لاعبي كرة الطائرة ست لاعبين لكل فريق السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة الإرسال من أسفل أم أعلي أبطال نشوف هنا البطل يواجه الكرة من أسفلها بقبضة اليد أبطال يرفع الكرة عند مستوى الكتف وعند نزولها مواجهتها بقبضة اليد من أسفل فالفيديو المرفق هو لمهارة الإرسال من أحسنتم من أسفل في الكرة الطائرة في الختام يا أبطال تعلم الخطوات الفنية لجميع أنواع الإرسال حتى تتمكن من أداء اللعبة بشكل جيد ودمتم بصحة ونشاط ترجمة نانسي قنقر